هلقوا شوية حاجات كده ايه في الكواليس فيتوريا اللعبين اللي واخدهم في المعسكر ده عدد كبير منهم عدد كبير منهم مش هيبقى موجود مع منتخم مصر في المستقبل القريب يعني ايه في كم اسم كده من الاسماء اللي بينكو سين اسمهم اسماء كبيرة او لعبين كبار او لعبين لهم سي بي كبير مع منتخم مصر دول مش شرط يكملوا مع فيتوريا مش عايزة حدد اسماء بس لعبين اللي عمرهم كبيرة او مع الدين تلاتين هيبقى فيه تفكير كبير فيهم في المستقبل عشو رجل عدد اربع سنين وعمل مشروع لكاس العالم 2016 فمش عايزة لعبة الكبيرة في السن العمر عمر الملاعب يعني فهيبدأ يستغنى عن واحد واحد بمعنى ايه بمعنى انه هيعمل تغيير في قوام المنتخب بس بشكل تدريجي مش بشكل ايه فيه بتر يعني مش فجأة كده هروح مخلي قوام المنتخب كله لعبين جدد اول مرة يشاركوا مع منتخب مصر لأ بس هشيل واحد 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 كده حد ما جدد المنتخب بشكل طبيعي ودي خطة الراجل خطته مع جهازه المعاون دي واحدة فيتوريا خلال تواجده الفترة الماضية ويتابع الدولة المصري ما كانتش مبسوط ما كانتش مبسوط بكواليتي معظم اللاعبين مش حاسس حاسس انهم بعيد بعيد عن اللاعبين او يعني اللاعبين اللي هو ممكن يعتمد عليهم حاسس انهم عندهم نقص كبير حتى اللاعبة المميزة او اللاعبة اللي بتقال عليها لعيبة دولية عندهم نقص في كثير من القدرات الفنية والبدنية دي كانت ملحوظة من ملحوظات فيتوريا وقال ان احنا هنحتاج نشتغل عليهم كتير هيا كمان لما كان بيتابع الراجل المباريات في الدوري المصري كان بيختار مباريات معينة يعني ايه يعني المباريات اللي فيها عندية من عندية اللي هي اخر الدوري يعني طرفها عندية من اخر الدوري يقولك لا غالبا مش هطلع بلعيبة كويسة منه كان بيختار عندية معينة عندية في وسط الجدول عندية في القمة طبعا بس ما بيخدش الاندالك في سراع الهبوط عشان كده فيه اندية كتير او فيه لعبين كتير في الاندالك ياب بتصارع دي كان نفسها تبقى موجودة في المنتجه وحاسة انها قدل بشكل كويس بس هوا ما قدش بيبص لهم أصلا مش بيبص لهم عشان هم يعني وحشين عشان ما كانتش عايز يضيع وقت هو عايز يشوف اللعيبة اللي بتقدر تساعد فريقها فعلا على مستوى النتائج ونجحه معاه جي ملحوظات كانت عن فيتوريا الفترة المضامة حمد صلاح هو دلوقتي في اجازة في دبي هيبقى موجود بكرا ان شاء الله وهيلعب او هيشارك في اول تدريبة يوم الخميس تدريبة واحدة بس هشارك فيها يوم الخميس في معسكر منتخم مصر عشان يبقى جاهز لمباراة الناير يوم الجمعة ان شاء الله السلاسي احمد حجازي وطريق حامد واحمد حسن كوكا وصلوا فعلايا لي معسكر المنتخب وشاركوا في المران المسائي اليوم ده بالنسبة للمحترفين بما اني عاد ترغي كتير وستنبع شوية عن فكرة ان الجهاز الفني هو فقط الذي يختار قائمة المنتخب الجهاز الفني هو اللي شايف احتياجاته وشايف ايه اللي هيفيده في طريقة اللعب ومرة اخرى قبل ما اخد تليفون مع ضيف عزيز مرة اخرى انت ممكن تشوف لعب كبير جدا ومهم جدا في فريقك الفريق اللي انت بتحبه بس في المنتخب مع طريقة لعب المدير الفني المنتخب والجهاز الفني المنتخب ممكن ما هيبقاش مفيد عشان طريقة اللعب مختلفة عن طريقة لعب الفريق اللي انت بتحبه فانت ما تحسبهاش الحزبة اللي هي ايه يا راجل ده جايب ميت جون اماش ما انا يمكن انا مش عايز اللي جايب ميت جون دو اترى عايز يكون واحد حريف اكتر منه بيعرف يلعب في الصندوق عايز لعب في وسط الملعب بيعرف يدافع اكتر منه بيهاجم عايز لعب في وسط الملعب بيهاجم أكتر منه بيدافع حاجات وحسابات كتيرة 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 بيقعد عليها الجهاز الفني للمنتخب زي ما قلت لكم أي اسم أي اسم يدرب المنتخب وزي قلت لكم كالوس كيروش من شوية أنه كان بيختار أسماء احنا كلنا كنا من استغربها بيستبعد أسماء كلنا كنا من استغربها ورغم كده الراجل كان بينجح بأي تشكيلة من اللعبين لدرجة أن احنا في كاس الأمر الأفريقية كان كل لعب بيتصاب نقول كده كده إيه كيروش والجهاز المعاون هيرفوا يطلعوا لعيب يسد مكانه مش وصلت للحالة دي في كاس الأمر أفكار بفكركم بس يلعب عمر كبال عبد الواحد يلعب إمام عشور بكريت يتصاب أحمد حجازي تلاقي محمد عبد المنعم مهنة اللي شين تلاقيه في نص الملعب تلاقي أحمد رفعت في البطولة العربية كل الأسماء دي أبداعت لدرجة أن احنا ننتقد الجهاز الفني وقتها أنه كزابة بتاخدش أحمد رفعت رغم أنه هو اللي كان بيختار أحمد رفعت يعني هو اللي دخل أحمد رفعت أصلا المنتخب